طيب الانتقال إلى محور التطورات العسكرية التي تجري كان هناك اندماج ما بين فصيلين وأيضا كان هناك استهداف يعني عملية صراحة غريبة من نوعها استهداف داخل مدينة حلب لضباط إيرانيين وأيضا ضباط النظام في أي سياق أتت هذه العملية بداية فيما يتعلق باندماج لواء التوحيد العامل في مدينة حلب التي تكون خلال الشهر الماضي من عدة فصائل عسكرية عادت لرفع عالم لواء التوحيد ثم اندمجت ضمن فصيل حركة نور الدين الزنكي اندماجا كاملا يأتي هذا الاندماج حسب البيان الذي تم إعلانه في سعي الفصائل العسكرية الموجودة في مدينة حلب إلى ترتيب صفوفها وتوحيد العامل على الأرض لمواجهة هذا العمل العسكري الذي يقوم به النظام والميليشيات الشيعية هذا ما جاء في بيان إعلان اندماج لواء التوحيد الذي تكون من عدة فصائل من الجبهة الشامية بالتحديد كانت انفصلت خلال الشهر الماضي مع حركة نور الدين الزنكي داخل قاطع مدينة حلب إضافة إلى ذلك الثوار كانوا قد أعلنوا عن عدة عمليات نوعية بعضها استهدف خطوط الجبهات وبعضها استهدف نادي الضباط في داخل مدينة حلب بالقذائف حسب البيان الذي حسب ما وردني من معلومات هي عبارة عن استهداف بقذائف لنادي الضباط أثناء اجتماع وجود عدد من الضباط الإيرانيين داخل مدينة حلب ما أدى إلى وجود خسائر وحقيقة لم يتثنى لي التأكد من هذه الخسائر أو طبيعة العناصر أو حتى كيفية الاستهداف هذا فيما يتعلق بالعمليات النوعية المعارك مازالت مستمرة وتطورات مازالت مستمرة بين الثوار وقوات النظام البارحة كان هناك هجوم لقوات النظام على جبهات حلب القديمة تحديدا جبهة ميسالون تمكن الثوار من التصدي لمحاولة تقدم على هذا المحور بالتحديد الذي يقع إلى وسط مدينة حلب وتمكنوا من قتل خمسة عناصر إضافة إلى ذلك تمكن الثوار من التصدي لمحاولة قوات النظام التقدم على محور عزيزة وهو محور ملاصخ لمحور شيخ سعيد يقع إلى جنوب غرب حلب بالتحديد وتمكنوا أيضا من قتل سبعة عناصر وتمكنوا من التصدي لمحاولة قوات النظام التقدم على محور البريج وعلى محور منطقة الجندول بالتحديد وتمكنوا أيضا من تكبيل قوات النظام بعض الخسائر هذا فيما يتعلق بالمعارك بين الثوار وقوات النظام في مدينة